هنأت سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة تنمية الأسرية أم الإمارات هنأت نساء وفتيات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام والذي يقام هذا العام تحت شعار وقع ملهم واستقبل مستدام وأعربت سموها عن الفخر والاعتزاز بالنجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والتي أصبحت بمجبها مصدر فخر وإلهام لقارناتها من العالم أجمع مستذكرة بكل الإجلال والامتنان ما قدمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل الهيان والذي حارص على إدراج دعم وتمكين المرأة في شتى المجالات واعتبره من الثوابت الوطنية منذ تأسيس الدولة لتمضي مسيرة تمكين المرأة اليوم في طريقها المرسوم لها وأكدت سمو أم الإمارات أننا على أعتاب مرحلة جديدة يوازيها شغف بنظرة طموحة لخلق مستقبل يليق بالمرأة الإماراتية ويواكب التقدم المذهل الذي حققته الدولة بإرادة قيادتها الرشيدة وتفاني شعبها الوفي مشددة على التطلع لارتياد ابنة الإمارات آفاق الريادة في ملف دعم وتمكين المرأة وتقديم نموذج ملهم يصبح مرجعا ومثالا يحتذا به وفقا لأفضل الآليات والمنهجيات خاصة بعدما سجلت عملية تقدم المرأة الإماراتية إنعكاسا واضحا في نسب مشاركتها في القطاعات المختلفة ودعت سموها كل امرأة إلى السعي وراء حلمها والبحث عن تميزها وفقا لمهاراتها وقدراتها وخبراتها التي أنعم الله عليها بها لتتمكن من خدمة أسرتها ومجتمعها ووطنها